هاي سألك على لاعب تحديداً في إنبي عشان هو تطور معاك بشكل رائع جداً ونور محمد حمدي نور بشكل عظيم جداً انت حركته كمان في أكتر المركز بشكل عظيم محمد حمدي فعلاً موهبة هتفيد جداً للكورة المصرية في النهاية إن شاء الله بإذن الله موهبة والشخصية أنا كريم دايماً عندي مشكلة ما جيش تقول لي تقول لي كريم ده لعب كويس قوي بس شخصته تعبانة لا دي مش مشكلة دي ميزة ما بفصلش دي عندك ميزة لا أنا ما بفصلش الشخصية عن اللعب أيوة بالضبط يعني إيه وقت تقول لي وعكابتي نخلي بالك كريم لعب كويس بس شخصية يعني مش عارف ايه هقول لك لا أنا مش عايزه فأنا ما بفصلش الشخصية عن اللعب هو الولد شخصيته مساعدات الشخصية جميلة جداً وولد مطيع جداً وملتزم جداً وبتاعة تمرين وبتاعة شغل زاد إنه هم في الكورة بقى كمان حدثوا على حرج يعني لعب سنه صغير عنده رؤية مختلفة بص بتاعه سليم تحت الضغط بقدر تصرف كويس محضر دايما اللمس الأولانية محضر دايما نشتغل مع مين بيلعب على الجول كويس مارن والشغل عنده وعي ومارن تكتكياً بصورة كبيرة ما قصب مارن تكتكياً دي بقى ده السؤال اللي جاي أنا شفته زهير أيصر شفته في النص شفته جناح ايه المركز اللي هو نقول رقم واحد اتنين ثلاثة بص يا جريم أنا أنا لايك تصور في الكورة مختلف شوية أنا بقول دايما اللعاب اللاين يختلف عن اللعاب اللي يقدر يلعب جوه الملعب اللعاب اللي يقدر يلعب جوه الملعب ده لازم تبقى كورته كويس ولازم بقى عنده شوية مواصفات ولازم بقى دايماً طول وقت عنده وعي وطول وقت محضر وطول وقت رؤيته سبقاء فمحمد حمدي وهو بيلعب بره أنا حس الولد ده مش دي أحسن حاجة عنده مش يقدر يلعب بره حسن حاجة مع أنه كان بيقى دفعه كويس خلي بالك كان بلعب باكلفت مع كابتن كوشاري وكابتن طلعت بصورة كويسة جد بس أنا يعني حسيت يا كريم أنه لو دخل جوه الملعب قدر استفاد منه خصوصا كمان أن أنا عندي مرهان داود باكلفت نموذاجي بصراحة وباكلفت رائع فمحمد حمدي فأنا قمت لعبته في نص كان أول مرة لعبه تحت قفة في موتش الزمالك أدخله جوه الملعب في موتش الزمالك فطبعا أنت عاف لو كنت خسرت أو لو كنت حاجة حصلت كابتن ما أنت كابتن يقولك زي جوردين كده أوبر كوتشنج بقى ليبت أفور أبو كابتن ما تخليها ماشي أبو كابتن صح ما يسهل فلما قد المردود الرائع دا وكورة حتى الجول بتاع أفا بيسترين بظهره لف مية وتمانين درجة وبقوشه للجول وحطها توقيت الباص كمان لأفا وبعد عن رجل الراجل والكابه سوري وكابه يروح يجيب جول فباين أنه عنده قدرات رائعة واخد بالك فليه ما استغلهاش واخد بالك ليه ما استغلهاش فدي النقطة بقى أن أنت النهاردة مهمة جدا نبقى عينك على قابتك بصورة كويسة ومهمة عينك تكون على قابتك بصورة مختلفة ومهمة تكون عينك على قابتك بصورة وقعية واخد بالك مش عايزين نقلف في الكور إحنا ما بنقلفش بس إحنا شايفين اللعب يقدر يعمل الكلام دا كله تحضره تمرانه وتشوف دايما بقول إيه تجي تقول إيه فلان ما بعرفش يدافع أو فلان ما بعرفش جيب جول أو فلان ما بعرفش الكور السابتة يشتغلها طب إنت جربت إنت بتقول ما عرفش كده من بابل الطقوة لازم أجرب الأول لازم أجرب الأول فأنت لازم تمرانه الأول بعد التمرين يحكم وفيه أما أنت كمدرب عندك أمارات تقول إنه هو ممكن يجيب هي النقطة الأمارة ممكن بيبقى مثلا إيه إنت مش هتجيب مثلا مثلا يعني مدافع واقف وراء هتقول لا دا هيبقى مهاجم كويس سترايكر كويس وسلم تحت ضغط وشلف فالواحد يدي واحد يعدي لا مش هتجيب مش هتجيب بس بقى فيه أمارة هي دي النقطة كورته كويسة كورته سليمة عنده رؤية كويسة لعب في نص ملعب وناشئ صغير وفي الناشئين تحت لعب الكلام دا كله فإنك تدخله بس تدخله بقى جوة تحت قفة بشكل هجومي شوية وتديله مهام هجومية بشكل كبير لا محمد حمدي بصراحة من الله مين مدرب السنية دي؟ يعني دايماً أنا بحب لعبة أني اتنين مدربين في الائتين تبقى لعبة شطرنجي حلوة تبقى بتنزل واحد بتشتغل على واحد تبقى تقريك كلام داوت فتشتغل عليه تبقى تبقى ترجمة نانسي قنقر